احذر أوقات نهان النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا من النوم فيها فماذا يحدث للجسد في ذلك الوقت ستنصدم من شدة الإجابة إن الله عز وجل هو مقسم الأرزاق وهو من يعطي ويأخذ فيحب أن يعبده الإنسان في كل وقت وحين ويحب أن يلجأ إليه عباده في كل حال فإذا شعرت أخي بالضيق والحزن والفقر فلا ملجأ لك ولا لنا سوى إلى الله عز وجل فقد أخبرنا نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وحبيب الحق عن تقسيم الأرزاق وعن وقت من أفضل أوقات العبادات هو بعد صلاة الفجر قال صلى الله عليه وسلم من صلى الغدات في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة لذلك كره العلماء والفقهاء النوم بعد الفجر وأخبروا أنها تورث الفقر أخبرنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن البركة في البكور ففترة النهار بعد صلاة الفجر هي من الأوقات المليئة بالبركة والرحمة التي ينجز فيها الإنسان الكثير من المهام وتعود عليه بالمزيد من الخير فالفجر هو أول النهار ومفتاحه وهو وقت نزول الأرزاق ووقت تقسيمها وحلول البركة وفتح الأبواب المغلقة ورد عن أصحاب السنن الأربعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على ابنته فاطمة رضي الله عنها وهي متجعة وقت الصباح فقال لها يا بنيتي قومي اشهدي رزق ربك ولتكوني من الغافلين فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لذا فإن النوم بعد صلاة الفجر مكروه ولكن يحبب نوم القيلولة فكان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ينام وقت القيلولة فمن استيقظ بعد الفجر فلا ينام وعليه أن ينام في فترة القيلولة وهي بعد صلاة الظهر إلى وقت العصر فعن سهل ابن سعد قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة فمن يريد النوم فعليه النوم في فترة القيلولة لأنه يكره النوم بعد صلاة العصر وفي صلاة المغرب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل النوم بعد العصر فهو أول الليل كما يطلق عليه البعض لما به من مخاطر على النفس كما أن الكثير من الفقهاء قد أوضح الحكمة في كراهية النوم بعد العصر فكان من بينها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم بعد غروب الشمس مباشرة وهو من الأمور المكروهة قال الإمام أحمد رحمه الله يكره أن ينام بعد العصر لمن يخاف على عقله وقال ابن القيم ومن النوم الذي لا ينفع أيضا النوم أول الليل عقب غروب الشمس حتى تذهب مخمة العشاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهه فهو مكروه شرعا وطبعا وقال أيضا نوم النهار رديء يورث الأمراض الرطوبية والنوازل ويفسد اللون ويورث الطحال ويرخي العصب ويكسل ويضعف الشهوة إلا في الصيف وقت الهاجرة هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر